في غضون ذلك قال التحالف الدولي أنه فتح تحقيقا في التقارير التي تحدثت عن مجازر جماعية للسكان المدنيين في الموصل جراء غاراته الجوية في منطقة الموصل الجديدة وفي بان له بيّن التحالف أنه بدأ بالتدقيق الرسمي لصحة التقارير عن خسائر بين المدنيين يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت مصادر عسكرية وسياسية وإدارية في العراق بالإضافة إلى شهود عيان متعددين عن مقتل المئات على الأقل جراء غارات جوية على منطقة سكانية في حي الموصل الجديدة غرب البدينة